عادل! دولة! دولة! دولة حبيبي! عادل! عادل! دولة! انت مستجل لي يا دولة! رمزي! رمزي! سيبني دلوقتي خالص عشان اعمال افكر في موضوع كبير! طب حس انه كبير بقى يا دولة! فممكن يسعن انا وانت! يا ابن انا بفكر في موضوع كبير! مش في قوضة نوم تسعن احنا الاتنين! سيبني يا رمزي لو سمحت! طيب خلي بالك بقى يا دولة! لان انت بتتصرف ساعات غلط! والغلط دوان ممكن يقلب باخطاء! ولا يا رمزي! ابعد عني السعادة! يعني انت لا بتفكر ولا عايز تسيبني افكر! طب دولة! انا يعني كنت عايز حاجة منك يعني بس ياريت تبقى بينه وبينك سر! سر؟ انت عندك اسرار يا رمزي! قولي يا ابن! قولي اي سر انت عايزه سررك في بير انا بنعمك! كنت محتاج منك الف جنيه سلف! ولا كأنس مات حاجة! سرك في بير ما تقلقكش! الف جنيه اللي انت عايزهم يا ده صايا! تعمل بيهم ايه الالف جنيه! يا دولة! انا بقى عايز اعمل عمليه في عناية علشان اشوف بيها من غير النظارة دي! اه! يعني انت بتدايب النظارة! انت بتشوف كواز من النظارة ؟ اه! طيب! عايز تغير ليه النظارة يا ابني! بطل طمع بقى رمزي! بطل طمع! يعني يا دولة! يعني هو الانسان هياخد ايه يعني في دنيته دي! ولا هيسيب وراء ايه يعني؟ يا رمزي انت مسيت الوطر يا ابني اكيد من غير ما تقصد فعلا الانسان هياخد معا ايه رمزي عايز اسألك سؤال مهم جدا وفكر قبل ما ترد على طول يعني دلوقتي لو انت مثلا جيت يوم الصبح كدهو صحيت من النوم لقيتني بعد الشر يعني ان شاء الله انت لقيتني موت بعد الشر عليك يا دولة انت لو موت انا مش هصحى يا سلام يا سلام قصيلي هذا يا رمزي طبعا مش هتصحى من الزعل علي طبعا لا يا دولة لان انت اللي بتقيت صحيني كل يوم علشان البزار والزفت ده البزار والزفت البزار والزفت ماشى يا رمزي طيب يعني عموما صحيت ما انت مش معقولة هتفضل متهبب نايم يعني طول عمرك اكيد هتتهبب تصحى صحيت تفتكر بقى في البيت عندي هيكون شعورهم ايه يا يووووووووه خدي عم عندك اول حاجة دولة رانيا امراتك هتفرح علشان هي هتنام لوحدة على السرير علشان انت نومك كله ترفيس وسناء هتقوم ترضى بقى امك وتخليها هتنام عند رانيا علشان امك نومها كلهه ترفيس نوم أمي كمان كله ترفيس ماشي ماشي أنا مش عايز أتكلم معك مش عايز أتكلم معك يا رمزي خلاص ليه يا دولة؟ لأن كلامك كله ترفيس ابعد عنا يا رمزي طب دولة انت ما سألتنيش يا عم بقى أمك يعني بعد الشر لما انت تموت هي هتعمل ايه؟ وانت خلاص قسمتها يا ابني أمي هتنام في السرير لوحدها لا يا دولة أمك بقى هتطمع في السريرين وهتقوم ضمهم على بعض وهتتجوز السد الكبيرة دينا هتقوم متجوزها وتشرط بقى البت ياسمين وتطرد رانيا امراتك دي يعني رانيا هتقوم جاية هنا في البزار وتقوم ترداني بره بس أنا همعلم مش هسكت لها ما تزعلش يا دولة لا أزعل ليه؟ ما أنا بعد ما موت أكيد ده مش هتبقى امراتي يعني عادي بالظبط هقوم بقى جايب رانيا دي من شعرها كده في البزار وبنتك سياسمين دي كده من شعرها وضعوا بره وهقوم بقى جايب أمي بقى هنا هو انتقعد مكانك في البزار يا دولة طيب وانت هتعمل ايه؟ أنا عادي يا دولة زي ما أنا أنضى في البزار أمي تهزقني يعني الشر اللي انت حملته ده كله عشان تفضل زي ما انت مرمطون في البزار كده يخرب بيتك يا دولة يا دولة القناعة كنز لا ينفذ ده ينفذ أنا اللي غلطاني اللي بفتح أي موضيع معاك يا انهارة بيض زك الرمزي لاه بال بيفكر بالشكل ده أما للمصايب اللي عندي في البيت بقى هيعملوا ايه عشان الورث ده؟ دولة أنا عندي فكيرة أقولها لك؟ لا ما تقولش عيني يا حاضر يا دولة اتوصى بيهم قبل بعد الشر ما تموت اتوصى بيهم اعمل لهم ايه؟ انا زل لهم سلطات زيادة يعني؟ يا عم بقى افهم بقى اه انا آسف انا غابي انا آسف اتفضل حضرتك فهمني ايه يا خطورة؟ اتوصى دي يا دولة يعني اكتبلوهم يعني قبل ما تموت الله ارحمك يعني يعني كل واحدة هي هتاخد ايه؟ خربيتك اه قصدك الوصية الوصية ايه يا عم بقى الوصية دي المسلسل كان بيجي في التلفزيون هدول بتاع احمد عبدالعزيز واخته الكبيرة اللي ابن عبدالعزيز ايه صح دول اخوات بقى محمود عبدالعزيز ولاد الحج عبدالعزيز يا جماعة انا جمعكم النهاردة عشان اقول لكم ان الاعمار بيد الله يا سلام ومن ام تعرفت المعلومة دي؟ انا اقصد يعني اقول ان محدش ده من يعيش لبكرة يا بيبي ما تقدرش تقول كده لان المعادلة الرياضية بتقول ان العمر الافتراضي للانسان يتناسب او لا يتناسب جزئيا او غير جزئيا مع حالته النفسية ايه بس الرياضة عمرها ما بتطور العمر المهم يا حبيبي انك ضميرك الحي يبقى صحي على طول وتحط راسك على المخدة وتنام على طول ايه ما المشكلة بقى فنام على طول دي الموت طبعا علينا حقيا ده وضع طبيعي وده اللي انا عايز اقوله لكم يعني بعد الشر علينا كلنا ليه بتجيب السيرة دي يا ابني بس؟ يا ماما ده واقع لازم الواحد يبقى عارف والانسان يتعامل معاه ببساطة يعني ايه الكلام ده موجه ليك يا ماجيدة الحي بقى يلا قومي كفر عن بعض من زنوبك يعني انت عايزها تقوم تعمل ايه يا تمد دقيتها في شغل البيت شوية ايه تمد دقيتها في شغل البيت وزنوب تتجننتي فوقك ولا ايه انا الحمد لله حياتي كلها حلوة وكمان الصفحة بتاعتي بيدة مفياش نقطة سودة ولا خدشة واحدة ليه يا اخر مرة رشتي انت؟ يا جماعة ارحموني بقى يا اخوانا حرام عليكم في ايه قطر من الموت يخليكم ما تتخنقوش مع بعض بس بقى تسكتوا خلو رجل يعني في تكلم على الله ايه العبط ده؟ شايف يا ماما عاملة فيها مؤدبة ودوا راجل فوسة خليه يا انا فيها اتكلم مؤكد عايزة منه مصلحة يا باي يا باي عليكي وعلي ارحمي نفسك وفي السوسة العملة يأكل في لسانك ده مش معقول مالكيش زعوة بنت هي بتتكلم صح؟ خلص انا بقى مش اي الحاجة وانتو الخسرانين اه خسرانين ليه يا عدل؟ هو انت كنت هتقول حاجة فيها مصلحة يعني حاجة كويسة؟ طب ايه ده كده اقول تحب عملك شي؟ انا اللي عاملة نفسي مؤدبة ولا السوسة اللي عملة تتحلب وتتسحلب علشان اكيد عايزة في مصلحة دها حاجة اه خلصتوا ولا لسه حد عنده شتيمة للتاني انا مستعد يعني استنى بس اما حاجة محدش يقطعني حد عنده حاجة؟ استنى يا بقى اوكي دي يا واحدة انت كلبة وقاللت القدب ومش متربية ومش هنقطع طب استنى بس استنى علي بس ما يخلق هتشوفها اتفضل يا عدل محدش هيقطعك يا جماعة انا قررت اقسم صروتي قبل ما موت ليه وانت حسني هتجيلك صروة قبل ما تموت؟ انت بقى بالذات بقى يا سناء مش مدخلك في الحزبة بتاعت الصروة تقسيم ايه وزفت ايه؟ ربنا يديك الصحة وطولت العمر يا حبيبي يا مام الاعمار بيد الله وده واقع يعني فالواحد عايز يزبك كل حاجة عشان ما حصلش بينكم مشاكل حبيبي قلبي احنا كلنا هنا بنحبه بعض وما نقداش نستغنى عن بعض امدا يا عمرنا عمرنا يا عادل ما حنعدوا ببعض انا متأكد يا سناء ان انتوا هتعدوا ببعض ازا كنت انتوا بتعدوا ببعض وانتوا محلكوش اللضة امال بقى لما يبقى عندكوا بازار والشقة دي هتعملوا ايه اكيد هتعدوا هتعدوا يعني لا لا يا عادل كل الحاجات دي ما تسويش اي حاجة جنب الحب اللي بينا اللامور هو ده بقى الكنز الحقيقي اللامور ايه بس يا حماتي يعني ايه ياريت تنسي حكاية الافلام الفرنساوي دي بانوراما فرنسية اللي بيجواها في التلفزيون لغوها خلاص عايدل بلاش تتكلم في الموضوع ده ده فال وحش خالص انا دخل قطي وانا زعلانة منه ها وانا يا ابني بشتغل وبصف على نفسي ومش محتاجة حد هاخد منك ايه انت يا مقاشفر يا خوفي منك انت بالذات يا سناء لان انت بقى في العد عارفك زمان ما كنتش بتسيب حقي بقولك ايه سيبني روح انام انا اللي حامسك طبور الصباح الصبح في المدرسة وانت عملتك يا عمي سيبني انام تبسك طبور الصباح يا عيني اذا العيال مش هيروحها اكيد بقولك ايه عادل انا زعلانة منك جدا عشان الكلام اللي انت بتقوله ده مزعلانة كلنا بصراحة اه وانا كمان لان الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي مفيش حد فينا بيفكر فيها خالص عادل 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 انا لها الشقة ودي مش انا لها مني ولا حاجة اطلاقا انت عارف يا بيبي الشقة من حق الزوجة وده مثل شعبي معروف الشقة من حق الزوجة ده مثل شعبي ده ايه الحلاوة دي امال يعني قعدتك اللي طول المهاره وطول الليل قدام التلفزيون بستفدتيش منها حاجة بيبي شوف بقى انا بقولك اهو انا لا يمكن اسيب حقي وحقي بنتي انا بقولك اهو ده بالنسبة للشقة اما بقى بالنسبة للبزار ودخ البزار فكله هيبقى برضو ليه والبنتي اعتقد ده حق مشروع ده حق محشور وبالعافية كمان يعني ايه يعني ايه يا شقة ولا بزار انا ما قلتش كده يا ستي بس كل واحد برضو لازم ياخد حق ارانية اوكي اوكي انا موافقة انا كل اللي طلبام انك انك بس تسيب لي لجام الامور اسيبلك لجام الامور على اساس انت بقى ايه مسكة لجام وراجبة وانا احمار يعنى يا بيبي ارجوك يا حبيبي انا مش حامل مشاكل مع مامتك واختك ثم ان انا بصراحة كده عايز اأمن مستقبل مامي بقى مستقبل ايه يا رانيا اصباح الاخير اصباح الاخير ايه وبعد ما تنام بعد ما نام بقى بكرة ولا بعده ان شاء الله هبقى فكر في الموضوع ده واقولك على القرار اللي انا اخدته وبعدين اللحزة بقى ان انت الوحيدة في الستات كلها اللي اتكلبت في الموضوع ده فهمي ده معناه ايه ها اصباح الاخير معناه انت من اهلك اهم اهم يا عمؤ اقولو تفضلو تفضلوا ايه هأعودو ولا تفضلوا همشو تفضلوا كلوا تفضلوا كلوا ام تفضلوا كلوا ماشي غرام معناي يا حاضر اطلبلك ايه لا يا عادر خلاص طالما انت اكلتك ايني انا اللي شبعت الله على الحنية على الاساس ان انا لو جى deposited انت اللي بتعتاصي يعني طول عمرك دمك خفيف يا مضروب ما عارف من دمك خفيف الخلاص يا عايزة إيه أبدا يا عادل أنا الأول نتكلم بصراح هو يا أول فضالي تكلم بصراح فضالي طول عمرك ما بتخشش دماغي بشيلن أحمر أه بدأنا قلة قدب ممكن أقوم ألطشك على دماغك على طمو لا ألا بتكلم بجد يا عادل طول عمي شايفة أن أنت متدلع ومرفع ومستهتر مستهتر أولا وضعي طبيعي جدا أن أنا أتدلع علاقة أن أنا الراجل أو أنا الولد اللي جيت في العيلة يعني وبعدين أنا زكي جدا عنك ويعني دمي خفيف جدا عنك وكل الناس بيحبوني عنك طبعا يعني أوكي أنا ما بنكرش أنك كنت مدلل أكتر مني في الأسرة بس أنا عايز أتكلم في حاجة تانية دروتي يا عادل أنا فجأة حسيت أنك بقيت راجل راجل يا عادل يا سلام يعني أنا أول مبارح كنت عيل والنهارده بقيت راجل ده إيه اللي يامل بتعدي بصراح دي قصدي يا عادل إن أنا اتغيرت وجهة نظري فيك بعد حركة الوصية دي حسيت قد إيه أنت قلبك علينا وقد إيه أنت متحمل المسئولية راجل على الله يتمر بس مع عشان كده أنا جيالك يا عادل عشان أقف جنبك بأفكاري ربنا يا مستور إيه بقى الأفكار اللي عند حضرتك إيه رأيك يا عادل تبيع الشقة وتبيع البزار وتقسم الفلوس دي عينا كلنا طيب وأنت يا سناء لو خدت نصيبك هتعملي بيه إيه أبداً هأدفع مؤدم في شقة من شقة نقابة المعلمين أصي الشقة دي بالقصد وحشتي عربية صغنطات كده على قد عربية صغنطاتك أيوة الواتحة مادة بزوكة اللي هو ساكة عناصة شارعنا عارفوا عنده حتة عربية عادل قد كده يا دوبك تشيرنا فارين لونها فوشيا متالك متجنطة الكاسيت بأوكولايزر وتويتر ولا بإسمه إيه اللي بتاع اللي ورى ده سبولير السبولير اللي ورى بيبرك فظيع الكاسيت بتويتر وكل عايزة ممكن الكاسيت ده بيبقى جوه العربية شفتيه إزاي سناء ما هو أصلا ما فيش حمالة بزوكة لما كنت متأخرى على المدرسة فكنت عايزة لحل مسلسل وكانت الدنيا حر وما فيش الموصلات زحمة فهو اللي في العربية وانت راح المدرسة الصبح ده على أساس ان انت تدريس فمعت سري ما يعني لا ما هو أصلا الولد ده لكت قبل كده في المدرسة اللي كانت جنبي كنت مع إباد يعني هو أصحابه ما تغييرش الموضوع ما تغييرش الموضوع خلينا الموضوع الوصية عموما موضوع بزوكة ده مش هعديها سناء الوصية بقى يا ستي أنا حر فيها واعمل فيها اللي أنا عايز وانت عايزة منها إيها سناء؟ عايزك تبيع الشقة وتبيع البزار حلو قوي يعني لو بعت الشقة وبيعت البزار حضرتك ما فكرتش هنعيش إزاي؟ أنا عن نفسي هعيش من مرتبي واشتري الشقة واشتري عربية ما يخصنيش تعيشوا أنتم منين سناء غوري من وش يا سناء يعني ربط معلوات بزوكة؟ ربطي مع بزوكة جامد عشان يفرقع في وشك وانا اللي هفرقعك يا سناء ماشي يا عادي سلامه عليكم مع السلامة خرب بيت الوصية على اللي فكر إنه هو يعمل الوصية أنا الغلطان أنا الغلطان نجلاء هاتي الجاتو من تحت السرير أطلع البلاك فورست ولا الإكلير؟ ليدو اللي اتنيني حبيبتي إيه ده؟ ما شاء الله أنتم فاتحين مصنع تحت السرير ولا إيه؟ أنت عارف يا عادل أني مليش فيه وأنا كمان طيب مدام ملكوش فيه أنتوا الاتنين جايبينوا ليه يعني؟ يا عادل أنا قصدي على الميراس ماما تقصد الوصية آه الوصية آه لا اتكلم اتكلم أنا عارفة يا عادل أني أنا مش من حق إن أتكلم في الموضوع ده وانا كمان آه أنتوا الاتنين مش من حققكو عايزين تتكلموا ليه يعني قصدوكو إيه؟ يا حزدينا يعني أنه إحنا عارفين أنك إنت راجل محترم ومؤدب وحسيس ومش ممكن حتسب أنا تشحتط من بعدك يا عادل وانا كمان بس هنعكي أنا واضح أني لو سبتلك مال الدنيا مش هيكفيكي يا عادل أنا مش بتكلم عن حق عن حقنا أنا بس أنا 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 بعت اصطفق علشان أنت جوز بنتي وانا عارفة أنك راجل حنين ومن فضلك من فضلك ولازم لازم أنك تحطينا في الحزبانات بتاعتك في الميراس حزبانات ومراس بتكلم على إيه بس يا حماتي؟ عادل حدل يرديك إن أنا محرف وانا كمان بص يا حماتي الحكاية دي متهالة فتأة وانا بس طبعا ما يرضنيش يعني يبقى خلاص لازم تكتب زي زيهم بالزبط في البازار وفي البيت تكتبلك كل حاجة زيك زيهم بالزبط يكتبلك يا مجيدة يا سوسة يا تعبانة ايه 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 ده أكليدة تقول شوكولاتة؟ انت فاكرا عاية صغير؟ يا سناء انت إيه اللي جابك إيه؟ إيه اللي إيه اللي جابني ده يا عادل بقولك إيه السنة دي وبنتها ما نقومش أشاية في الشقة والبازار يا عادل انت مالك إنت اللي تدخلي في الملكيش تيه خارز انت عادل حيكتب لي زي زيكم بالزبط يه ايه؟ يكتب بقول عادل لا حيكتب ولا حيمسح يا مجيدة يا عرّة ماما 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 ايه في ايه في ايه في ايه يا عالي اتفراجي بقى على مجيدة العرّة دي قال ايه؟ عايز أخوي عايز أتحك عليه وتخليه يكتب لها في البازار والشقة زي ما بيكتب لنا يا ماما عايزين تورسوا ابني بالحية يا الماما يا دون يا شحتين يا جعنين يا سلام يا ماما ما انت مبارح يعني حضرتك وتعايزة تورسيني بالحية برضو أنا أمك ومن حق أعمل اللي أنا عايزاه هو فيه ايه بالزبط؟ يا رانيا يا رانيا يا رانيا الحقيني حماتك وبنتها عايزين يخرجوني من المولد من غير ربع كيلو حمص انتش ملكيش أي حاجة في الحمص وانتش قولتيها أيوة ملكيش أي حق لا هتقعد في نصيبي نصيبي في الشقة وفي البازار ما إن شقة من حق الزوجة اه؟ ايه ده؟ عادل خد موقف أنا من رأيي نقفل على الموضوع ده دلوقتي نقفل؟ ده إحنا لسه حنفتح بقولك يا عادل الشقة دي ماما هي اللي جايبها لك أيوة أنا بيعتي شبكتي عشان أجوزك والله أنا ما يهمنيش التفاصيل دي يا مامي أنا كل اللي يهمني من كلهم كده ضيفة عندي ايه؟ سامعي يا عادل؟ اكتب الوصية باسمي لا باسمي أنا قلتلك بيه عشان نخرص من الأشكال دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة